جينا هون هذا اليوم 7 يونيو 2022 المكتب وكالة الأخبار مستقلة لينعبروا عن تضامن مع المدير العام المؤسسة الأخبار وطواقم هذه المؤسسة الإعلامية المستقلة اللي عندها العمل الصحفي الحقيقي اللي تتطلع عليه الديمقراطيات واللي ركيزة أساسية من الديمقراطية عنهم يعدلوا باستقصى وتقصي الأخبار ويحافظوا على مصادرهم سرية المصادر يقهر بعد هذه الأخبار اللي يوخلوا المهم فيها المصداقية كانها حق والله ما حق كانها نشرها محرموا القانون بظرفية محرمها القانون والله ما محرمها القانون الشعب الموريتاني اجبر خدمة كبيرة عن طريق هذه المؤسسة وهذه الصحافة لأخبار وشخص مديرها الهيبة والشخصي ذاتي اللي ما هو من الصحافة صحافة أسواقة اللي نعرفه موريتان ولا يقدم مولي مسؤول في الدولة ولا مسؤول خاص ناشط سياسي والله اقتصادي والله ناشط في قطع قطع من قطعات الحياة يقولوا مولي عن جاو في الأخبار يدوروا عنده شي مقابل شي كيف اللي هو ديدا الصحافة كامل مع الأسف ونحن ندين استدعاء مدير هيئة الأخبار الاخبارية الهيئة والشخصي ذاتي من طرف السلطة من طرف القضاء وفتح تحقيق معاه لا سبت عنه خدم الموريتانيين والموريتانيات باللي كشف المستور وظهر حجم الفساد حجم التلاعب مصير هذه الدولة مستقبل هذه الدولة عن طريق تبديد الأموال وتبيض الأموال وضلوع فيه الناس من مفاصل الدولة كامل ومن القطاع الخاص قطاع رجال الأعمال وقطاعات هاي يا أخوة كيف هذا حق الشعب وهذا ضرورة من أجل الشعب يمسك بزمام الأموال هذا الملف اللي ذاكي في حجم التلاعب فيه وهذا اخطبوط الفساد والنهب اللي يظهر استحقار النخبة الحاكمة واستهتارها بالشعب أي دارك الملف ما يلا يعود في دين الطبق الحاكمة هذا الملف يلا يعود ملف في الشعب يلا يتابع الشعب ولي يتابع الشعب اللي عن طريق هاي الرجال وهذا النساء اللي في هاي المؤسسة وانا اوجه نداء عن الشعب يساند هاي المؤسسة والناس اللي فيها اللي يواجهو مصير نحن الموريتانيين هذا كامل واحد فيش من الألعاب هذه المطالبات كامل واحد فيها الحقوقية هذا الأساس هذا الملف من هذا الملف هذا ذقافة وصناعة النهب المنظم للدولة اللي لا تواصل اللي يتفلس ولي يتبرك الدولة ولي نبقى بلا وطن وبلا مأوى وبلا قانون وبلا مؤسسات وبلا هيئات ونبقى وبلا عدود هذا خطير هذا مهدد دولتنا بالتلاشي بالانقراض مهدد شعبنا عنه يرجع للسيبة هذا النهب والفساد الصناعي الفساد العاد هو اللي تتفنن فيه ونحن واحد ويتعود ذا عند نخبة هي اللي ضالعة كانت في السياسات زمن الفساد لكساء وهي اللي ضاركها ما تقنعنا عنها هي موالي كافيته هي اللي تنعتنا منه لكن اللي باقي تنعت وتظهرنا منه لكن باقي يظهر وهي اللي تحكم فيه وتنتقى فيه يا الله الملف مو ملف النخبة الحاكمة ملف منه ملف شعب المريتاني وانا وجه نداء شعب المريتاني للملف الفساد من برحة تقول انا قاضني الرأس قاضني تزقني مستاعل لجزاء الله وعنا خيرا لاخبار لمرقة ان هذا الماكن العالمين به مغيب عنه وذاك المغيب عنه اعظام واقبح واخطر ماهم تغييب الملف ممقبول وانتقائية فيما يمقبول الناس كامل يا الله تنقص بسي محال يعودوا السجنان المريتانيين البوساطة اللي باط ما يفقع عليهم بطرون والله بشي نخلاق اغطاعي نافذ والله بهم الجوع قابضوا مبوراية والله قابضوا خط تلفون جوا تلفون باعوا يعودوا في السجون ويعودوا هذو رجال الأعمال قدتوا عنهم كانوا يمارسوا ذلي خاض والموظفين المعام عودوا قدامهم في السجن شي حانو ما دخلوا السجن هذا ما يقدين سكت عنه يا الله تعرف الناس عن هذا اللي فات خاض من الملف واخدت فكاتة الأخبار أنه كافي الموري تاني يوقفوا كامل في الملف ووقفت رجل واحد إياك الملف يمشي يشمل الناس كامل الضالعة فيه بدون أي استذناء يسول منها في السلطة ولا يا الله تعود الناس سلك من الملف عنها صفاقة ضرق وطبالة ومزمرة لهذا النظام أي شنو معناه وهذه تسلاق على مملي الناس اللي عدلوا شغلتهم كصحفيين تسلاق عليهم وتكييف لهم القوانين هما ما حد سر التحقيق واجب حفظ سر التحقيق ما نشره بغير القرارات العلنية عند الحق فيها الشعب وعند المواطن عند المواطن فيها الحق وعند الشعب فيها الحق وندوره هو أرقاع يا الله الناس كامل تقوم استقصائي